لكل ما لا يعرف كيف تستطيع أن تربح المال من مجال تصميم تي شيرتات وما معنى الطباعة عند الطلب تركت لكم هذا الدرس أو هذا الفيديو فيه خمسون دقيقة أسلوب أو درس شامل حتى تفهم وأضعك على سكة ما هي الطباعة عند الطلب ما هي كل هذه الأمور كيف تستطيع أن أربح منها سوف تجد الدرس في أول رابط في الوصف أو على الزاوية الدرس طويل ولا أنصحه بالدخول إليه إذا كنت لا تملك ساعة من وقتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم للقنفارس من خلف المايك في هذه الحلقة سوف نصمم مع بعض هذا التي شيرت البسيط كل ما أحتاجه هو صورة فراشة بهذا الشكل أقوم بسحب هذه الفراشة لا يحبظ لو تكون الصورة بجودة عالية بعد ذلك أقوم بعمل Select Color Range وأقوم بتحديد الخلفية حتى أقوم بعزلها أضغط OK أقوم بتطبيق ماسك أضغط Ctrl-E لأقوم بعكس الماسك أتي إلى هنا في الأسفل Solid Color طبقة مسمطة بعد ذلك أتوجه إلى الماسك لأصلح العيوب التي وجدت معي في الصورة أتذكر معي دوما يا صديقي مبدأ الماسك الأسود معناها أن الماسك نشط إذا كان الأسود في الفورغراوند معناتها الماسك نشط إذا كان الفورغراوند أبيض معناها أن الماسك ليس بالنشط أعتقد هكذا ممتازة بعد ذلك قبل أن أقوم بتطبيق Apply Layer Mask يجب أن نكون الطبقة عادية وليست Smart Object أتوجه إلى هنا أضغط بالزر الأيمن Restaurize Layer بعد ذلك أضغط على الماسك أضغط على Apply Layer Mask إذا كنت أريد أن أقوم بحذف هذه الحواف وكان التصميم مغاير عن نمط التصميم الذي سنقوم به كل ما أحتاجه أتوجه إلى تحديد هكذا أضغط على Control وأحددها أتي إلى Select بعد ذلك Modify بعدها Contract سوف أقوم بإضافة قيمة عالية بعض الشيء لترى عن ماذا أتحدث ليتوجه تحديد للداخل قليلا ويقوم بحجب ذلك الحواف الزائدة في النمط الخاص بي لا أحتاج لهذا الشيء لهذا ليس هناك داعي سوف أقوم بفصل الفراشة لجزء الأزرق لوحده والجزء الأسود لوحده ما الذي سأقوم به أتوجه إلى تحديد الفراشة أتأكد أني أقف على الفراشة مرة أخرى Color Range بعد ذلك أحدد هذا العنصر من الفراشة بهذا الشكل ربما 60 أكثر من كافية أريدك أن تركز هنا في الأسفل يا صديقي هذه الأجزاء لا تنتمي صراحة لليها الجزء الأسود ولكن تم يعتبارها أنها تنتمي لليها الجزء الأسود وبالتالي أتوجه بيها البراش أتأكد أني أقف على الناقص بعد ذلك بكل بساطة أقوم بحذف هذا الجزء من التحديد لأقوم بنقلها للطبقة الجديدة Ctrl Shift وحرف G ليقوم بنقل هذه الأجزاء هنا في طبقة منفصلة بهذا الشكل بعد ذلك أتوجه مرة أخرى إلى هذه الفراشة أأتي إلى هنا في الأسفل وأختار ثري شول أو مثلا سوف أبدأ بهذا الجزء هو الأول أتلعب إلى غيرت أن أحصل على القيمة التي أرى أنها مرضية بالنسبة لي بعد ذلك أقوم بتحديد كل هذه الطبقات الثلاثة أضغط على Ctrl Shift Alt وحرف من لوحة المفاتيح بعد ذلك أقوم بتوجه مرة أخرى إلى Select Color Range أختار اللون الأبيض أتأكد أن القيمة 60 لأني سوف أحافظ على نفس النمط مثلا إذا اخترت أقل من ذلك سوف أختار أقل في كل الحالات أضغط بهذا الشكل أتوجه مرة أخرى إلى الماسك وأقوم بتطبيق الماسك الذي نتج معي لأحصل على هذا النمط بكل بساطة سوف أقوم بإعادة نفس البروسيس كل ما علي فعله أني أقوم بوضع الفراشة أسفل من الثري شول بعد ذلك أقوم باختيار القيمة التي أرى أنها مناسبة مثلا أنا سوف أختار أتلعب إلى غيرت أن أحصل على القيمة أو على الفراشة بالشكل الذي أرى أنه مناسب بالنسبة لي أعيد نفس الخطوات التي قمت بها في المرة الماضية أحدد هذه الثلاث طبقات Ctrl-Shift وحرف الأ هذه المرة أو الثالث مرة سوف أختار قيمة بحيث تظهر معي تفاصيل أقل على الفراشة بعد أن حصلت على هذه الفراشة بهذا الشكل على ثلاثة أقسام دوما من المهم جدا أن تقوم بتسمية العناصر حتى يسهل عليك العمر كثيرا يا صديقي قم بتسمية اللايرات من البداية أضغط مرتين متتاليتين على هذه اللاير بعد ذلك أتوجه إلى Color Overlay وأختار هذا اللون مثلا بعد ذلك أضغط OK مرة أخرى أو أقوم بنقل هذا اللاير أو الأفكت بشكل مباشر من خلال الضغط على الألت والسحب الأفكت مرة أخرى أقوم بنقله هنا أيضا ولكن هنا سوف أقوم باستخدام لون مغير يمكنك تصبيق هذا الاسلوب واستخدام مثلا أكثر من لونين مثلا أنا في هذه الحالة أفضل اختيار لونين فقط بعد ذلك أتوجه إلى Text وأختار النص الذي أريده اخترت هذا النص الذي سوف يظهر لك اسمه على الشاشة أيضا قمت بجعله يبدو طويل بعض الشيء بعد ذلك أقوم بتكبير الخط إلى غاية أن أرى أن القيمة مناسبة بالنسبة لي أقوم بعمل Ctrl-A بعد ذلك أستخدم أداة التوسط لأعتمدها أو أجعلها في المنتصف تماما بعد ذلك مرة أخرى أستطيع أن أقوم بتحديد كل شيء وجعلها تصعد قليلا للأعلى بالنسبة للون الخط أعتقد أني سوف أختار هذا اللون يمكن أن أقوم بإضافة Stroke للتصميم من خلال التوجه إلى هنا بعد ذلك Stroke أختار Stroke أسود وأختار مثلا قيمة عشرة ولكن لماذا لا أحب أن أقوم باختيار Stroke عندما يكون التصميم موجه لي يا تي شيرت عندما تقوم بوضع Stroke ومثلا تضعه أسود بهذا الشكل عندما تقوم بتغيير التي شيرت مثلا تي شيرت أحمر شاهد لن يأتي جيد تي شيرت رمادي سيء للغاية لهذا حركة بسيطة أقوم بها بدل من أن أقوم بصناعة Stroke أقوم بتحديد هذه العناصر الثلاثة أدخلها في Group بعد ذلك أتوجه إلى Text أضغط Ctrl يقوم بعمل تحديد له بعد أن يقوم بعمل تحديد أتوجه إلى هنا Select Modify هذه المرة Expand ثمانية أو أي عدد من البيكسل أرى أنه مناسب بعد ذلك أقوم بعمل ماسك للغروب الخاص بالرسوم ككل أو ربما أكثر من ثمانية لأن ثمانية قيمة بسيطة للغاية ولم تظهر بشكل جيد في هذه المرة مهما غيرت الخط أو الخلفية عفواً يبقى دوماً مدمج معها بشكل ضريف وجيد للغاية أتمنى أن تكون قد لاحظت الفرق وعن ماذا أحدثكم بعد ذلك أتوجه إلى النص أضغط Ctrl G أسحبه إلى الأسفل وأكتب النص الذي أريده تأكد دوماً فقط من وضع النص أسفل من هذا الديزاين حتى يأتي مدمج معه بشكل أحسن لو يكون هنا في الأعلى لا أرى أنه أفضل شيء يمكنك القيام به بعد ذلك مرة أخرى Ctrl G أسحب النص إلى أسفل بعد ذلك مرة أخرى أقوم بجلب هذا القلب البسيط أقوم باختيار لها نفس اللون مثلاً هذا اللون حركة بسيطة أريد إضافتها على النص أخذ هذه هي الطبقة أضغط Ctrl G أقوم بعمل أي لون لي الطبقة حتى أراها فقط بعد ذلك أسحبها فوق النص بهذا الشكل ربما ليس هذا النص وإنما هذا أقوم بضغط على Ctrl T أقوم بتحريكها بهكذا الشكل عندما أنتهي بهذا الشكل أضغط على Alt وأتي إلى اللاير الخاص بها حتى يقوم بعمل Clipping Mask لتكون هذه هي نتيجة عمل اليوم يا أصدقاء ملاحظة جداً مهمة كان من الأحسن لو قمت من البداية عند استخدام الفراشة بهذا الشكل كان من الأحسن صراحة أن أقوم بعمل قص لهذا الجزء من الفراشة والعمل فقط بهذا الجزء بكل بساطة لأنه هنا مهما حاولت في Threshold لأن الإضاءة ليست موزعة بشكل جيد على الصورة ما شاهد هنا الإضاءة ليست موزعة بشكل جيد ما جعل حركة Threshold لا تأتي جيدة في هذا القسم كان هذا هو خطأي لهذا اليوم وفي هذه الحلقة والموضوع أتمنى أن تكون قد استفدت من كل الملاحظات شكراً على الحسن الإصلاق والمتابعة حتى نلقاكم في أقرب فرصة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته